أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تفقد المشروعات التنموية بكل محافظة وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة الفيوم أشار مدبولي إلى أنه تم افتتاح مركز السيطرة الخاص بالسلامة والطوارئ لافتاً إلى ضرورة استمرار متابعة تشغيل هذه المراكز لتأدية الدور الخاص بها يمكن إحنا بدأنا النهاردة طبعاً بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة السلامة والطوارئ وتأكدنا من بدء أعمال التشغيل فيه ويمكن أنا أكدت على السيد المحافظ وكل الزملاء الحقيقة قائمين على هذا المركز أن نستمر في متابعة كفاءة تشغيل هذه المراكز لأن أهميتها بتبقى شديدة جداً لقدر الله لما بتحصل أي أزمة على مستوى المحافظة أو على مستوى الدولة أن إحنا نطمن أن هذه المراكز بتبقى فعلاً بتؤدي الدور اللي أنشئت من أجله يمكن بعديها طبعاً تفقدنا المعرض الخاص بالمنتجات اللي تخص محافظة الفيوم ويمكن إحنا عندنا حرص شديد وسيادة الرئيس طبعاً يعني سيد رئيس عبد الفتاح السيسي دايماً مهتم جداً بالحرف التراثية وبيحرص هو بنفسه على افتتاح معرض تراثنا دايماً حضراتكم وبيبقى دايماً ضمن أجندته المزدحمة اللي هو موجود فيه فالنهاردة يمكن مع السيد وزير التنمية المحلية تفقدنا المنصة الخاصة بتسويق المنتجات الخاصة بهذه الحرف ويمكن زي ما شفنا كنا بدأنا في البداية في هذه المنصة بمئة وخمسين شركة النهاردة اقتربنا من ألفين شركة بقوا مسجلين وبيبيعوا منتجاتهم من خلال هذه المنصة وفيه طبعاً يعني توجه من الدولة إتاحة معارض دايمة على مستوى كل المحافظات تبقى فيه معارض دائمة لهذه السلعة